كيف علاقتك مع القوى السياسية اليوم؟ يعني مع حركة أمل رئيس مجلس النواب؟ بتلتقى فيه؟ بتتواصله؟ لا، صاري فترة لا، بس علاقة جيدة معهم كلهم، أنا ما عندي مشكلة معهم كيف تشوف أدائه اليوم؟ رئيس مجلس النواب هو هلأ أنا محور بتعتبره مسكر المجلس؟ مسكر المجلس هي بنسبة معيني، مسكر المجلس بس بالأشي اللي عني طرحها، أنا برأيي أنه مفروض ينفتح مجلس النواب كل القوى السياسية ترشح لبدأيه وينزلوا على المجلس النواب تنتخبوا رئيس جمهورية لأنه ما بقى يحمل البلد أنه تأخير ومد وقت ومثل ما قالتلك أنه مفروض يكون فيه صغرة دستورية كتير مهمة أنه فترة معينة إذا مجلس النواب ما قدر ينتخب رئيس جمهورية مفروض ينحل المجلس النواب وصور نتخباته جديدة لأنه هيك مش معقولة أنه كل مرة السنة ونص وسنتين أنه القوى السياسية تدفع أو تطاطع رئيس جمهورية، هاي شغلة ما أنا معبولة بزيت الشي للحكومة أنه ما في تشكيل الحكومة يمد سنة وسنة ونص تشكها الحكومة شو بتقنه لرئيس المجلس اليوم؟ أنه دلت رئيس البلد بحاجة لرئيس جمهورية وانت بتعرف وستحكي كذا مرة فليكن أسرع وقت ممكن انتخبات جلسات متالية لانتخبات رئيس جمهورية بس هو عم يدعي القوى لحوارات ثنائية يتحاور بالمجلس يتحاور بالمجلس إذا المجلس مش قادر يندخي برئيس جمهورية والأمور تستوي بالبلد باتجاه صحيح اللي هو تفعيل المؤسسات اللي كان رئيس الجمهورية أو المجلس النيابي أو الحكومة كل المؤسسات بالدولة مرتبطة بهذا الجو يكون فيه انتخابات نيابية جديدة أنت من دعاة الانتخابات النيابية المبكرة؟ إذا مسكر البلد إنه شو الحل شو الحل إذا ما فيه يعني عمل مؤسسات طريقة صحية مننطرتها يخلصوا الأربع سنين بهالطريقة هادي الماشيين فيها كل مرة بديك تعملي ضغط طويل عريطة تعملي جلسة الشرعية أو جلسة للمجلس الوزراء فيه ناس عم بيحكوا هلا أنه هاي المجلس ما فيه انتخاب رئيس مدي أربع سنين كيف بتشوف علاقة رئيس مجلس النواب مع رئيس طير الوطن الحر؟ عملوا زيارات رغم كل شي صار بينه وبينه؟ علاقة سايقة سايقة؟ تتوقع أنه ينبنى شي نهار تفاهم بيناتهم؟ ما في ساقة ما في ساقة؟ لا؟ لأنه بالتصرفات ما فيه ساقة بيناتهم نعم، طيب علاقتك اليوم مع وليد بيك جنبلاط كيف تقرى له مواقفه اليوم؟ بالملف الرئاسة بغزة بتتواصل أنت وياه قبل؟ قليل يعني مش كتير بس أكيد مع النواب الكتلة تبعه في علاقة الشخصية كتير نحا فيه يعني بالمواقف اللي بيخفيه وعي بتشوف أنه عبين جحي العبدور؟ فيه وعي وفيه إدراك للوضع الموجود بالبلد كله سوا وبحس أنه عطول يعني زا بدك تعليقاته أو مواقفه منطلقة من الحرس والوعي على وضع البلد لما فيه شخص اللي عنده مصالحه وعنده ظروف محيطه وكمان خدي أكتر طيفته بس فيه وعي وفيه إدراك لصعوبة المرحلة الموجودة نعم بتشوف أنه قادر عن جد يلعب اليوم دور بيضة الأبان؟ فيه كتار قادرين يلعب دور بيضة الأبان بدك تشوف الأبان كيف يرقب تشوف أبان بدي لعب دور البيضة مين برأيك قادر يلعب هيدا الدور غير وليس جملات اليوم؟ مع حفظ الألقاب طبعا إنه فيك تقولي يعني إذا فيه إدراك للموضوع هو معرق للمجلس؟ هو ما عم بيكون مرم بالحوار معهم؟ بدي أعتبر أنه فتح المجلس الرئيس بريو فتح المجلس النيابي أنه هن رح يكونوا متقطعين على شخصية تكون بالحقيقة هيكي قادرة تدير البلد وتمشي البلد أنا بشوف كتير من الكتل النيابية بدهم رئيس جمهورية لقلهم مش رئيس جمهورية للبلد المطلوب اليوم يفكروا برئيس جمهورية للبلد هذا هو الأساس شكرا حقابة اشتركوا في القناة